أشهد عدد من المشاركين في المؤتمر العالمي لسكان والصحة والتنمية بالمؤتمر واعتبروه واحدا من أهم المؤتمرات التي تناقش قضايا السكان والصحة مواجهين الشكر للحكومة المصرية لتنظيم هذه الفعالية يعتبر المؤتمر واحدا من أهم المؤتمرات التي تحدث الآن ليس في مصر فقط بل في العالم ونحن سعداء بأن الحكومة المصرية تدعم ذلك الموضوع الشائك نيابة عن المجتمع الدولي وكنا اليوم في نقاش رائع حول دور الدبلوماسية الدولية ودبلوماسية الصحة العامة وكيف أنه من الرائع أننا نعمل جميعا على واحدة من أهم القضايا العالمية خصوصا أن الصحة العامة لا يمكن فصلها عن تحدياتنا اليومية مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي والأمن المائي وصحة الإنسان ونأمل أن نعمل سويا نحن الولايات المتحدة ومصر ودول أخرى ومنظمات دولية للعمل على حل بعض هذه التحديات طويلة الأمد إنه لشرف لي التواجد في هذا المؤتمر الهام وأغذي الفرصة للتحدث على المنصة حول الأمن الغذائي والمائي والصحة والسكان والديمغرافية وأردت أن أوضح أن الحكومة المصرية قادت مفاوضات المناخ العام الماضي في كوب 27 وذلك بعد استضافة بريطانيا لكوب 26 وبسبب هذا وذلك فقد أبرمت الحكومتين عددا من الشراكات والاتفاقيات لمواجهة التغيرات المناخية ومن أهمها مبادرة المناخ والتغذية والتحاد التحول الفعلي للمناخ والصحة وكان هذا المؤتمر فرصة للنقاش حول هذه الملفات